الوصف التقني لرمز مشكلة OBD2 دائرة حساس ضغط العادم وكوت متقطعة خاطئة ماذا يعني ذلك ينطبق رمز مشاكل تشخيص المحركات المحركات العامة على جميع المحركات التي تستخدم الشواحن التوربينية المتغيرة للفهات الغازة أو الديزل بدءا من عام 2005 قريبا على شاحنات فورد المجهزة بمحركات ديزل سعة 6.0 لتر وجميع محركات فورد إيكو بوست وفي النهاية تؤدي إلى كمن 6.7 ألف عام 2007 3.0 ألف تشكيلة مرسيدس في عام 2007 وهنا في الآونة الأخيرة كمن 3.06 سيوي ألف سيارات نيسان بيك أب بدءا من عام 2015 هذا لا يعني أنك لن تحصل بالضرورة على هذا الرمز في فولكس فاغن أو أي نوع آخر هذا الرمز معني انتماما بشأن الإشارة الواردة من مستشعر ضغط العادم التي لا تتوافق مع ضغط مشعب السحب أو ضغط الهواء المحيط في أوقات مختلفة أثناء تشغيل المحرك يمكن أن يكون هذا خطأ في الدائرة الكهربائية أو يمكن أن يكون ميكانيكيا قد تكون الرموز P0471 أو P0472 أو P0473 موجودة أيضا في نفس الوقت مثل P0474 والفرق الوحيد بين هذه الرموز هو إلى متى تستمر المشكلة ونوع المشكلة الكهربائية الميكانيكية التي تواجهها وحدة التحكم في المستشعر الدائرة المحرك قد تختلف خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها اعتمادا على الشركة المصنعة أو الغاز أو الديزل ونوع مستشعر ضغط العادم وألوان الأسلاك مستشعر ضغط العادم النموذجي رموز مشكلة مستشعر ضغط العادم ذات الصلة P0470 مستشعر ضغط العادم الدائرة P0471 مستشعر ضغط العادم أي نطاق الدائرة الأداء P0472 مستشعر ضغط العادم أي منخفض الدائرة P0473 مستشعر ضغط العادم أي أعراض عالية لدائرة المحرك P0474 قد تظهر الأعراض يشمل فحص ضوء المحرك المضاء نقص الطاقة غير قادر على إجراء التجديد اليدوي حرق السخام خارج مرشح الجسيمات يشبه المحول الحفاز ولكنه يحتوي على مستشعرات مؤقتة ومستشعرات ضغط مدخلة فيه إذا كان غير قادر على القيام بالتجديد فقد يصبح في نهاية المطاف بداية غير مستقيمة الأسباب المحتملة عادة ما تكون أسباب تعيين هذا الرمز هي انسداد في الأنبوب من مشعب العادم إلى مستشعر الضغط نظام إعادة تدوير غاز العادم مدخل الهواء تسرب الهواء المسؤول مفتوح بشكل متقطع في الدائرة الأرضية إلى مستشعر ضغط العادم مفتوح بشكل متقطع في دائرة الإشارة بين مستشعر ضغط العادم وPCM متقطع قصير إلى الجهد في دائرة الإشارة إلى مستشعر ضغط العادم مستشعر ضغط غاز العادم ربما فشلت وحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة PCM من غير المحتمل جيداً إجراءات التشخيص والإصلاح نقطة بداية جيدة هي دائماً نشرة الخدمة الفنية TSB البحث عن سيارتك الخاصة قد يكون لدى الشركة المصنعة للسيارة فلاش إعادة برمجة PCM لتغطية هذه المشكلة ومن المستحسن التحقق من ذلك قبل أن تجد أنك قد سلكت مساراً طويلاً خاطئاً بعد ذلك حدد موقع مستشعر ضغط العادم في سيارتك الخاصة بمجرد تحديد موقعه افصل الأنبوب الذي يربط المستشعر بمجمع العادم محاولة التفجير من خلاله إذا لم تتمكن من ذلك فحاول تمرير قطعة صغيرة من السلك من خلالها لإخراج الكربون المحبوس بالداخل مما يتسبب في رمز الخطأ الذي تواجهه إذا كان الأنبوب واضحاً وخالياً فإفحص الموصلات والأسلاك بشكل مرئي إبحث عن الغضب أو الاحتكاك أو الأسلاك العارية أو حرق البقع أو البلاستيك المذابي قم بفصل الموصلات عن بعضها وتفتيش الأطراف الطرفية الأجزاء المعدنية بعناية داخل المصلة تحقق مما إذا كانت تبدو متأكلة أو محروقة أو ربما خضراء اللون مقابل اللون المعدني العادي الذي ربما تعتاد رؤيته يمكنك الحصول على بعض منظف الاتصال الكهربائي في أي متجر قطع غيار إذا كانت هناك حاجة لتنظيف المحطات إذا لم يكن ذلك ممكناً فإبحث عن 91% من الكحول المحمر وفرشات بلاستيكية خفيفة لتنظيفها بعد ذلك دعهم يجفوا في الهواء وأحصل على بعض مركب السيليكون العازلي نفس الأشياء التي يستخدمونها لمقابس المصباح الكهربائي وأسلاك شماعات الإشعال ووضع بعضها حيث تتلامس الأطراف بعد ذلك تأكد من أن الأنبوب الذي يربط الشاحن التوربيني بمجمع السحب لا يتسرب افحص جميع وصلاة الأنابيب بصرياً حول الشاحن التوربيني ومشعب السحب أحكم ربط كل مشابك الخرطوم الشريط إذا كان لديك أداة مسح امسح رموز مشاكل التشخيص من الذاكرة وتحقق مما إذا كان هذا الرمز يعود إذا لم يكن كذلك فمن المرجح أن تكون مشكلتك هي الاتصالات إذا عاد الرمز فسنحتاج إلى اختبار المستشعر والدوائر المرتبطة به عادة ما يكون هناك ثلاث أسلاك في مستشعر ضغط العادم افصل للحزام المتجه إلى مستشعر ضغط العادم باستخدام مقياس الفولت أو مرقمي DVOM اختبر دائرة إمداد الطاقة 5 فولت التي تذهب إلى المستشعر للتأكد من أنها تعمل بالطاقة يؤدي الأحمر إلى دائرة إمداد الطاقة 5 فولت يؤدي الأسود إلى أرضية جيدة إذا كان هناك 12 فولت إلى المستشعر عندما يجب أن يكون هناك 5 فولت فقم بإصلاح الأسلاك من PCM إلى المستشعر لمدة قصيرة إلى 12 فولت أو ربما PCM 1000 إذا كان ذلك ناسبا باستخدام DVOM تحقق الاتأكد من أن لديك 5 فولت على دائرة إشارة مستشعر ضغط العادم يؤدي الأحمر إلى دائرة إشارة المستشعر والرصاص الأسود إلى أرضية جيدة إذا لم يكن هناك 5 فولت إلى المستشعر أو إذا رأيت 12 فولت إلى المستشعر فقم بإصلاح الأسلاك من PCM إلى المستشعر أو مرة أخرى PCM تلف محتمل إذا كان ذلك جيدا تحقق الاتأكد من أن لديك أرضية جيدة في مستشعر ضغط العادم قم بتوصيل ضوء اختبار إلى بطارية 12 في موجبة طرف أحمر والمس الطرف الآخر من ضوء الاختبار بالدائرة الأرضية التي تتجه إلى أرض دائرة استشعار ضغط العادم إذا لم يضيء ضوء الاختبار فهذا يشير إلى الدائرة المشكلة إذا كان يضيء فاهتز حزام الأسلاك المتجه إلى كل طرف لمعرفة ما إذا كان ضوء الاختبار يومض شيرا إلى اتصال متقطع إذا مرت جميع الاختبارات حتى الآن واستمرت في الحصول على رمز P0474 فحاول تحريك ضفيرة أسلاك المستشعر أثناء مشاهدة أداة المسح الضوئي لمعرفة ما إذا كان الرمز يعود إذا حدث ذلك فهذا يشير على الأرجح إلى وجود اتصال متقطع في الحزام إذا لم يكن الأمر كذلك فمن المرجح أن يشير ذلك إلى فشل مستشعر ضغط العادم على الرغم من أنه لا يمكن استبعاد فشل PCM حتى يتم استبدال المستشعري